فخلينا نقول هنا بس الديكور ده وده اللي دار فيه كل 31 حلقة حداثة المسلسل لا فيه ديكورات تانية ولكن الديكور بشكل عام فيه 600 ايد عاملة كانت موجودة فيه بشكل عام طيب الحاجة التانية برضو انت هل بترجع يعني لازم ايه المشاكل اللي كانت بتقابل المخرج لان هنا فيه شريو حركة كاميرا فوق تحت يعني كان بيرجعلك في حاجات اكيد اه اه زي ايه باتفاقية في المخرج اصلا بيجي اما بيحصل وبعدين بيطل يعني كلنا بنبقى على جروب واحد بتتفرج على حاجات يعني اول ما بتدي اصمم بشارك في المخرج طبعا اول واحد عشان نقود نتكلم مع بعض بيتر بنقود مع بعض كتير وبعدين بيجي مرحلة التصوير بفاهم والمرحلة الملابس لازم يفهم الالوان اللي انا هستخدمها اشاركه في المعمار اشاركه في الموتيفات يعني هنا شايفين العمدان ليها لونين هنا لا درستك بتأسس هنا ده زي اصر او حاجة ده الاصر السلجوكي برضو ده الاصر السلجوكي اه اه نفس نفس الشكل وطبعا هنا بيدخل معاكم كمان عناصر الملابس فيه كمان الاضاقة الاضاقة برضو لازم تراعي نفس الاضاقة اللي كانت مستخدمة بالزبط بالزبط حسين عشان كده لازم بيتبع بعمر يجي كمان في محلطة التشتيت بين ان بنبعث لحسين الفريمات وبنبعث للجرافك وبنبعث للملابس عشان بس يبقى عارفين احنا راح نفيد وبيتر بيجي مثلا على ثلاث مراحل يعني بيجي مرحلة في الاول مرحلة في النص عشان لو في حاجة زي ده عايزي يقولها او عايزي نمهد له حاجة عشان التصوير تعرف انا بتمنى ايه مهندس احمد يعني انا بتمنى وبنقل ده للشركة المتحدة انه يعني هذا الديكور يظل باقي لانه وليه لا ان الناس تدخل وتتصور وتتبسط لما بنشوف حاجات كتير في تركيا يقولك ايه الفيلا دي تم تصوير فيها مسلسل معرفش ايه الحتة دي لعل بصفور فيها فما بالك في مدينة الامتاج هذا الكنز من الديكور اذا يعني نقدر الناس تقدر كمان تصور او اعمال او يتم الاحتفاظ بيه هل نقدر جزء منه يفضل موجود دي بتبقى عملية انتاجية بس يعني انتاجية بس فعلا كل حاجات برا حتى في تركيا وامريكا واي فيها حبانطقة فيها اصنع العالم بيبقى فيه اسكيلات زي ليه بيتعمل لها مظهر وبي الناس كمان بتلبس زي المسلسل وبالناس بتخش تزور المكان ايه ايه زي Universal Studios بيعملوا حاجات كده يعني ولكن يعني اتمنى ان ده يفضل ممكن يبقى موجود شوية انا عارف انه مكلف بقاءه لكن لانه عمل ضخم كبير جدا يعني بنلاقي ده بيحصل في المغرب وبيحصل في تركيا بيحصل في لا انه تركيا الناس تروح تصور فيها كتير هل انا ممكن اسيب هذا الديكور ويتم برضو مثلا فيلم عايز يعمل حاجة عن الشرق الاوسط او الحاجة الروح الشرقية يتم الاستعانة تغيير الالوان تغيير حاجة يبقى ايضا قطعة من الزمن موجودة على الارض اعتقد المتحدة هتعمل كده بس لسه مش عارف قرارهم ايه احنا بننقل ده ليه يعني الاستاذة عمر الفئي وبنقول يعني نفسنا يفضل الديكور ده ويبقى متحف موجود والناس الحقيقة تقدر كمان تتابعوا ونقدر نستفيد منه لانه اذا كان فيه ستمائة عامل بانه ده فده اعتقد يعني كم عمالة غير طبعية طب بعد البنى ده كمان بيبقى فيه الاضاءة بتبقى موجود فيها لانه لازم تباين كل العناصر كما هي الاضاءة متغيرش كتير متسطحش العمل تدي تفاصيل وعمل ايه احلى عاجة في التيم بتاعنا يعني اللي هو بقى له فترة كبيرة مع بعض فتيم بقى حافظ بعض يعني وتيم بيشارك بعضه كتير يعني السوق كمان هنا ده السوق السوق بقى هل انت برضه بتراعي فيه نفس الازمنة نفس السوق هل بيبقى مختلف يعني سامرقند غير يعني المناطق التانية ولا تقريبا السوق متقارب لا بيبقى مختلف حاجات بسيطة في نوع البضاعة اللي بتتبيعها يعني يكون فيه بكل بلد بيتميزها شوية حاجات يعني هنا الالوان مثلا فيها بنيات فيه الالوان تانية عندك فيها ازرقات عشان ديه جزء فيه ازرق ده كان بتاع سامرقند وبقية الحتة اللي واخدها نبيتي في ازرق برضه لانه ما اخدين نفس الروح لانه سامرقند غير عيبة كان اصفهان لكن مثلا في الفاطمين هتلاقي الروح عشان كتاعميها المجاعة فالدنيا ما بين الابيض والبيج ما فيش ألوان في الموضوع ايو وانا لاحظت انه كمان حتى في المشاهد المجاعة حتى كمان الملابس كلها باهتة بالزبط فالدنيا كلها فيها تنصق كبير يعني بالزبط في الشدة طيب يعني بقلنا حلقتين بس منشوف الحشاشين والنهاردة حنتابع اول بدأت الناس تتابع الحلقة الثالثة انتباعك ايه انه سؤال الناس مبكرا عن الديكور والتصوير يعني الناس بس في شغلانتنا ما بيفهموش فكرة الديكور قوي يعني دايما بيبقاش حاسين بالمنطقة دي يعني فاهمين التصوير فاهمين الاخراج فاهمين الممثلين لكن الديكور لحد كبير ما حدش بيحس بيه دايما بيفتكورها عماكن حقيقية وده بيبقى احنا بفمسلطين وده بيحصل لان انت طالما انت مش مباين لديكور وده مش وانت والناس متلقبطة مش عارفة ده حقيقي ولا ده في مكان بجد ولا ده معمول مش عارفة تتكرر وده بيبقى بالنسبة لنا نجاح يعني انت قدرت ما تخليش الديكور بس كفكرة الصناعة احنا نصل لنا فكرة الميكينج عامة